من فريق العمل بشوبز بتوجه لكم بأطيب التحية مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم مثل العادة أبرز الأخبار الفنية المحلية والعالمية بحلقة وحدة ونشاة وحدة أكيد يوميا معنا ورح نبدأ مباشرة مع العنوين مريم فخر الدين كان زوجة يضرب جيك جيلنهولت عرض لحادث وأدخل المستشفى للعلاج هل الخاتم يلي بأيد كيتي بيري هو خاتم الخطوبة؟ حرية فرغالي بأحضان رجل غربي دامي لوفاتو بتدفع عن مايلي سايرس هجوم على خالد سليم بسبب حسن الشافعي وهيفا وهبة إلى الشارع بعد انتهاء حظر التجول بخطوة جريئة كشفت الممثل المصري الأديرة مريم فخر الدين عن أسرار حياتها بمذكراتها وأبرز أن زوجة كانت يتعرض لها بالضرب التفاصيل من تبعه سوا قالت مريم فخر الدين في مذكراتها تزوجت من الفنان محمود ظلفقار وأنا عمري 17 عاما لم يخبرني والدي بعمره الحقيقي فقد كان الفارق كبيرا بيننا أي لا يقل عن العشرون عاما ومن هنا كانت معاملته لي في منتهى القصوة كان يضربني ويغار علي بشدة لم يتركني في القاهرة أثناء أسفاره المتعددة بل كان يصمم على مرافقة له وقد كان يأخذ أموالي التي كنت أحصل عليها من عملي في الأفلام وأضافت مريم في إحدى سفرياته لم يستحبني معه بحثت عن أموالي التي وفرتها دون علمه حيث كنت أخفيها داخل الشربات ووجدتها بلغت الخمسون ألف جنيه لذلك قررت الهروب من الجحيم الذي كنت أعيش معه فيه وبالفعل عثر لي عن شقة بنفس العقار الذي نسكن فيه وتابعت مريم فخر الدين نقلت جميع أغراضي وأبلغت الخادم بأن يخبر زوجي لدى عودته بأني في الشقة الأخرى وعندما علم زوجي قام بإهانتي كثيرا فقررت الانتقام منه بعدما وجدت أحد العمال في استوديو مصر لا يستطيع تزويج ابنته فجمعت له كل أثاث البيت بما فيها حجرة نوم زوجي وأعطيتها له كي يزوج ابنته ما أثار غضب زوجي لذلك طلقني وقالت فخر الدين كنت أخاف منه كثيرا وأتذكر أحد المواقف أثناء مشادة بيني وبينه احتد النقاش فإذا به يضربني ويطردني من المنزل فظللت أركض في الشارع حافية القدمين إلى أن وصلت إلى منزل والدتي وكنت أرتدي يومها قميص النوم جيك جيلنهول تعرض لحادث وأدخل للمستشفى للعلاج من تبع سوى التفاصيل جيك جيلنهول نقل إلى المستشفى بعد حادثة تعرض لها خلال التصوير في فيلمه الجديد نايت كرولر وقعت الحادثة في الثالث عشر من نوفمبر حين لكمت جيك مرآة خلال مشهد انفعالي في هذا الفيلم كان من المفترض أن تصمد تلك المرآة في وجه الضربة ولكنها تكسرت مما أدى إلى جرح يد جيك لم يتم الانتظار لأخذ جيك إلى المستشفى حيث تم تقليب يده ورجع إلى موقع التصوير إذ انضم إلى زملائه والفريق من المقرر بدء عرض نايت كرولر السنة المقبلة ويلعب جيك فيه دور رجل اسمه لو ينغمس في ظلمة عالم الجريمة في لوس أنجلس والفيلم يضم أيضا المبدعين روني روسو وبيل باكستن أحياء الليلة الثالثة من مهرجين المسيئة بدورته 22 يلي أقيمت بدر الأوبرا المصرية المطربين على الحجار وغادة رقب وحضرها الحفلة جمهور كبير أجوة الحفلة منتبع سوابها التارير شهدت الصهرة الثالثة من فعاليات الدورة 22 لمهرجين الموسيقى العربية حضور جمهور كبير والتي أحياها كل من الفنان الكبير علي الحجار والفنانة غادة رقب وشهد الحفل حضور كل من الفنانات مرفة أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي للاستمتاع به بدأ الحفل بفقرة للمطربة غادة رقب التي قدمت من خلاله مجموعة من أشهر الأعمال الموسيقية العربية الشرقية كنت خايفة جداً النهاردة ما عارفش كان عندي حالة خوف غير طبيعية قبل الحفلة وكان نفسي أنها تبقى فعلاً بشكل حلو المهرجان بقيت أخاف منه كل مرة أكتر من اللي قبلها لأني شاركت فيه كتير والحمد لله يا رب انجحت فيه كتير واتكرمت السنة اللي فاتت كأصغر مكرمة على مدار الدورات كلها فطول الوقت بابقى عايزة أقدم حاجة مختلفة وحاجة جديدة وحاجة حلوة ما بابقاش عايزة أبقى استمبى فبابقى بعمل مجهود مضاعف بالنسبة للمهرجان الموسيقية العربية السنة دي يعني بيتميز عن أي سنوات سابقة بأن احنا اعطينا الفرصة الكبيرة لكل نجوم الأبرة اللي هم الأبرة كانت متبنياهم أصبحوا ممثلين في الحفلات وأصبحوا موجودين في المسرح الكبير وفي المسرح السغير وفي مسرح اسكندرية وفي مسرح دمانهور ودينا الفرصة للسوليستات اللي ما بياخدوش فرصهم في السنوات السابقة جمهور حريص يعني مفيش حفلة أقولك حفلة مثلا فيها جمهور أقل يعني كل المسألة على حفلة عليها خلصت فالناس حتى زعلانة فبقول لهم أنا مبسوطة أنا زعلانة عشان هما مش بحضروا لكن أنا مبسوطة أن الناس عندها وعي وعندها ثقافة وعندها حب للأوبرا وابتسق في الأوبرا فيارب نكون على قد المسؤولية وعلى قد الساقة طبعا من عادة دار الأوبرا تقيم تدعو كبار المطربين في كل مهرجان وزي كل سنة يعني يكون المهرجان عيد للموسيقى العربية والغناء العربية وحمد لله والتوفيق من عند ربنا يعني واختتم الحفلة النجم علي الحجار بغناء بقى من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني إلى جانب بعض الأعمال الفنية القديمة التي سبق وقدمها منها يا طالع الشبرا تبوهي مع المهرجان هل ليه كنت أشتاك بكسيرها الظهر أنا خارج مبسوط قوي على فكرة يعني على قد ما بدأت في الأول خايف جدا وأول أغنيتين يمكن تلعوا مني برضو مش عارف أمسك أملك نفسي وأملك الحبلين الصوتي المزبوط يعني بعدين الجمهور بعد كده طمني يعني بأنه بيعرف يسمع كويس فالمطرب لما بيلاقي الجمهور بيعرف يسمع كويس بينسى بقى أي خوف يعني ما بيفكرش بك بدأت ألف النين اللبنينية هيفا وهبة بتصوير مشاهدة الخارجية الخاصة بفيلم الجديد حلوة روح بعد ما تم رفع حظر التجوال المشاهد الخارجية تصور بمدينة 6 أكتوبر لتنقل بعدما وقع التصوير لعدة أحياء شعبية بتدور قصة الفيلم بإطار اجتماعي رومانسي حول سيدة جميلة اسمها روح بتعيش بأحد الأحياء العشوائية وبتعيني من الوحدة بسبب سفر زوجها للخارج من أجل العمل فبتنشأ بينها وبين صبي مراهق عليقة إنسانية ولكن بي الصبي بيعجب فيها وبظل ينظر لها بإعجاب وبحيوة الاقتراب منها حلوة روح من إخراج سامح عبد العزيز وإنتج محمد السبكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كشف الفنان العراقي قادم السهر عن كلمات قصيدة استفيزيني يلي رح تكون ضمن أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك وهي من كلمات الشعر السعودي عبد اللطيف بين عبدالله الشيخ وألحان ناصر الصالح استفيزيني تلت قصيدة بضم السهر لألبومه الجديد بعد قصيدتي لو لم تكوني أنت في حياتي وفاكهة الحب واتنينتهم لشعر الراحل نزار إباني ومن المؤرر أنه يطرح الألبوم بعد أيام قليلة إيوان ماكريغور وزوي سلدانا بينضموا لفيلم بيروي سيرة حياة أيكونة الجاز مايلز ديفيس تفاصيل منتبع سوابها التارير إيوان ماكريغور وزوي سلدانا سيمثلان في سيرة مايلز ديفيس الذاتية واسمه Kill the Trumpet Player تم اختيار النجمين من قبل دون تشيدل الذي يقوم بتجربته الإخراجية الأولى وهو يمثل أيضا دور إقونة الجاز مايلز ديفيس يوان يتحضر للعب دوري صحفي في مجلة رولينغ ستون يتعاون مع ديفيس ليساعده على استعادة حقوق موسيقى الدور الذي ستلعبه الزوي ليس واضحا بعد بحسب قول تشيدل فهو لا يريد أن يكون الفيلم قصة وقعية نموذجيا فهو سيعالج فترة قصيرة إنما مهمة من حياة مايلز ماكريغور سيظهر على شاشات السينما في ديسمبر بفيلم الكوميديا أوغست أوساج كاونتي بعد الفاصل حرية فرغالي تقبل رجل أجنبي بشكل مثير وهل الخاتم يلي بأيد كيتي بيري هو خاتم الخطوبة؟ لحظت قليل مع الإعلان ومنرجع لمتابعة حلقتنا لليوم فخليكم معنا انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية حرية فرغالي وهي بتغمر صديقة الأجنبة وما أن انتشرت الصور حتى انهيلت التعليقات اللي انتقدت بمعظمة فرغالي على هالصورة خاصة وأنها ما بتتلئم مع العادات والتقاليد المصرية من جهتها أكدت فرغالي أن الصورة اللي نشرت هي بأحضان شاب أجنبي قديمة جدا حيث تم التقاطها من أكتر من 12 سنة لما كانت بتعيش بإنجلترا وأضافت حينها كنا نحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتي وهذه هي الحكاية شن جمهور الموازع الموسيقى حسن الشافعي هجوم كبير على الفنان المصري خالد سليم إذ اتهموا بتقليد لوك نجمون بأسة شعره يذكر أنه سليم كان قد ظهر على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بلوك جديد خلال إحيائه الليلة السيدسي إذ قام بتخفيف أسة شعره من الجنبين وزيد الطوله من الوسط فيها بيشبه التسريحة اللي اشتهر فيها الموازع الموسيقى حسن الشافعي خلال مشاركته ببرنامج عرب أيضا أكدت الفنان المصرية نجوة فؤاد أنها عم بتواصل حاليا تصوير مشاهدة من فيلم حلاوة روح وأشارت نجوة أنه العمل الجديد عم بخليها تكتشف جوانب أخرى من شخصية الفنان اللبنانية هيفا وهبة إلى جانب موهبتها منها لطيبة والتواضع والذكاء وقالت هيفا نجمة بكل المأييس فهي فنانة متواضعة جدا وبغية الذكاء وبتتعامل بشكل جميل جدا مع كل من حوله وبتتمكن من فهم شخصية كل من بيقف أمامها بسرعة كبيرة وهذا الشي بخليها تحدد الشكل اللي بدأت تتعامل معه موسيقى عام 2013 احتفل مهرجين البندوقية السينمائي الدولي بعيدو السبعين اليوم ببرنامج شوبز رح نلقضى على هالمهرجين السينمائي الأوروبي المهم يلي يقام سنويا بمدينة البندوقية الإيطالية بتقرير بالضمن شهدات مع بعض كبار الممثلين والمخرجين موسيقى تشتهر إيطاليا بتاريخ سينمائي غني وبكونها موطن العديد من المخرجين الكبار كفيدريكو فليني بيرناردو بيرتولوتي مايكلانجلو أنتونيوني وسيرجو ليوني إنها كذلك موطن أحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم مهرجان البندوقية السينمائي الدولي الذي يقام سنويا في سبتمبر كانت النسخة الأولى من المهرجان التي جرت عام 32 من بنات فكر هذا الرجل الوزير الإيطالي السابق جيزيتي فولبي بالإضافة إلى كونه المهرجان الأقدم إنه كذلك أحد أشهر المهرجانات في العالم أما الجائزة الرئيسية فهي جائزة الأسد الذهبي وتكريما لمؤسس المهرجان يحمل أفضل ممثل وأفضل ممثلة كأس فولبي وهي عبارة عن كأس كبيرة جدا تنظيم مهرجان سينمائي مهم في مكان غير اعتيادي كالبندقية قد يسبب مشاكل المخرج الأمريكي جون لندس الذي أخرج The Blues Brothers وعمل على كليب ثريلر لمايكل جاكسون كان عضوا في لجنة التحكيم عام 2008 تجمع لندس بالمهرجان علاقة حب وكراهية إن مهرجان البندقية جزء من مهرجان بيانالي وهو حدث فني معاصر بحسب المخرج ماركو مولر استفاد مهرجان الأفلام من هذا الوضع بالنسبة إليه يسهل إقناع نجوم بالمجيء إلى المهرجان لأن إيطاليا هي المكان المفضل لديهم بحسب المنزل لديهم بحسب المنزل لديهم أحبقاً أحبقاً لأنهم يدعون لأنني أكثر أنت سواءً يدعونون لديهم يدعونون لديهم لكنهم يدعون لديهم ويهتممونون لديهم ويحبقاً بيانا يدعون بالموترسيك ويحب أن تكون هناك جورج كلوني يحب إيطاليا وهو ضيف دائم للحدث تعلم كذلك أنه في هذا المهرجان قد يحصل أي شيء خلال المؤتمر السحفي لكن جورج حافظ على ربطة جأشه على الرغم من هذه الأوقات الغريبة يبقى مهرجانا جديا يحب الإيطاليون الأفلام ويعشقون التحدث فيها بحسب الممثل الأمريكي ويلام دفو هنا تكمن روعة المشاركة في مهرجان البندقية لا أحد يتحدث عن ربطة جديدة كما كانوا يتحدثون لكن فينسي هو مكان يمكن أن تحدث هذه التحدث وأيضا يمكن أن تدخل من ربطة جديدة يمكن أن تدخل من ربطة جديدة رئيس لجنة التحكيم أنه قد يكون للجمهور الإيطالي نظرة ثاقبة فيما يتعلق بالأفلام وقد تلقى قراره منح فيلم ساموير وهو من إخرار صديقته السابقة صوفيا كوبولا جائزة الأسد الذهبي استهجانا كبيرا لكن تالنتينو لم يتأثر أبدا وقد بد هذا واضحا من تصرفاته والشرح الذي قدمه مهرجان البندقية السينمائي هو أقدم وأهم حدث أفلام على كوكب الأرض هل الخاتم اللي بتوضع كيتي بيري بأصبعها هو خاتم الخطوبة؟ وليش حصلت المغنية ليدي جاكا على لقاب سيدة العام؟ وهل أرر كانيا ويست وكيم كارديشين الانتقال للعيش بلندن؟ التفاصيل بها التقريب إذن اهدأوا جميعكم أخبرون أن الماس الثامينة كيتي بيري كانت تضع خاتما يلائم الفستان الذي ترتديه وليس خاتم خطوبتها من جون ماير على الإطلاق التخمينات حول طلب جون للزواج وتوجيه السؤال لا تزال شائعة لذا نحن نستلطف حس الفكاها لدى كيتي وتريقتها في إسكات الألسن المثرثرة حسنا أصدقاؤهم أكدوا الخبر وما علينا إلا أن ننتظر حتى ورود الخبر السعيد والآن أخبار ليدي جاغا ومن غير المفاجئ أبدا أن تحصل على لقب سيدة العام لدى جاغا مؤسسة اسمها بورن ديسوي أسستها مع والدتها عام 2011 وهدفها تمكين الشباب وتشجيع الجرأة والشجاعة أخيرا ماذا يقال عن كيميا وانتقالهما إلى لندن؟ يبدو أن كيم وكانيا يشعران بأن الولايات المتحدة أخذت ما يكفيها من بصمتيهما والمملكة المتحدة هي المكان المثلي لنشر عملهما تاليا كما أن كان يمهوس بفكرة أنه يريد أن يرسل ابنه نورس إلى أوكسفورد وجعله يترعرع في المجتمعات الملكية وعلى ذكر ذلك فالإسنان طرحا عرضا لشراء منزل بوش ودايفيد بيكينجهام بالاس إلى أن اكتشفا أنه ليس قصرا حقيقيا وقرر البحث عن مكان آخر لا يسعون الانتظار لنعرف أين سيستقران في لندن بعد الفاصل تاني لوفاتو بتدفع عن مايلي سايروس وأرض الفرسين الأربعة مش للبيع لحظة قليلة مع الإعلان ومنرجع لمتابعة حلقتنا لليوم فخليكننا عودة لمتابعة شوبيز أوكي مؤتمر صحافي لفرقة الفرسين الأربعة بمناسبة إطلاق أغنيتهم لجديدة أرضي مش للبيع كاميراتنا حضرت المؤتمر وعادت بها اللقاءات من تبع سوابها التقرير أرضي مش للبيع مش للبيع البايع عز لك هني بي أرضك عيشوا هني وغربك بمال هني وعادوك أحنا شني واللي عم يوصل بإحساس صادق من قبلنا يعني بعيد عن التجارة والسمسرة وكلها التفاصيل العمل برأيي إذا يندعم من قبل مثل ما قال أستاذ غادي بكلمته إذا بينحط على الهوى وبيوصل للناس بأسر وبيعمل لأنه من فجر التاريخ لليوم كانوا لما بدو يروحوا على الحروب حطوا ناس عن تحدي بشكل حلو كشعار يحمسوا الناس تيربحوا معالي ونحنا إذا بدنا الناس تنطفب وتوعى على مصير خطر عم بواجهنا لازم توصل للغنية ولازم المتركاج وفكرة أرضي مش للبيع توصل لكل حدا سيتأثر ويعرف مدى خطورة اللي عم نعيشه نحن طرحنا هذه الحملة كحملة وطنية وطرحناها على كتير ناس من مختلف إذا بدنا نقول للطواقف اللي هي ما منحبها نحن ولكن تنقول إنه كل اللبنانيين مشاركين بها العمل مشان هيك كان فيه أسامة مختلفة وكان فيه وزارات بكل الطواقف كمان مرجع منقول الحمد لله إنه بعضنا منصنف حالنا طواقف باللبنان نحن منا نقول نحن لبنانية نحن أرضنا لبنانية هل ما منا نتخلى عنها نحن هيدا حملتنا إنه لنقول إنه لا للتهجير لا للناس اللي صاروا عم بيعيشوا فقرة برات أرضهم لا للتجريد إذا شفنا الأرض صايرة جرد لأنه ما بق فيها ناس صارنا عم نرجع نطلع ننكش فيها عن جديد نرجع نعملها أرض خضرة هيدا الفكرة طبعا الفيلم اللي شفناه الفيلم الأصير اللي هي إذا بديك حكاية شعب صار عايش بمأساة صاروا عايشين بهونجار كلهم سوا موسخ ما فيه مي ما فيه شيء أنجع عم بيه الضبط وحالهم هيدا الفكرة نحن أساسا الفرسين الأربعة وغادي رحماني نحن عائلة وحدة يعني من وقت ما عملنا أول غنية اللي شاشحته البلد وقابل كمان حتى بالمسرح الرحماني التعاون من زمان موجود ولكن إذا بديك بسطنا الكلمة من أستاذ جهاد الأبيض اللي كاتب هالغنية واللي طرح علينا أستاذ غادي بإجتماع وقالنا له إيه نحن موفقين على هيك نص لو قاسي لو قوي ولحن وغنينا ومن هون ابتدت هالشرارة إذا بديك وصارت عمل متكامل بمساعدة كل الناس اللي ذكرنا أسلامي هون مشكورين ما بنا أذكر حدا وانسى حدا يعني وهيدا عمل لبناني بحث ورّت أرضك لولادك وصيهم يبقوا على الوعد من بعضهم لأحفادك رح يدورح إلك بعض تمسك بطراب بلادك نحن أملنا كبير كل شي بنعمل بإحساس ومنجوة وبيصدق بيوصل للناس بتصور إيك يعني نحن عم ناول جهدنا وعم ناول اللي علينا وأكتر بتصور لازم تمس بكل الناس لأنه هادي شغلي مش معلقة بمودال أو بشكل هادي الشغلي معلقة بانتماء أنت ماء كتير يعني أزا ما كنت أنت متمية ومعلقة بأرض يمكن يجي نهار يمكن توعي عن تختك يمكن تختك مش لألك يعني أنا جاري بنعلم أو ندوي للجيل الجديد أنه تحلقوا بأرض كون سمعوا من باي كون سمعوا من باي كون إذا كانوا معلقوا بأرض كون نادي سنعبر والوزال بلادي البيضر والحقلي أحلى من الأسر العرزال وما في أهلا من البقلي بياتك يحلى الطوال وفيها الحلوة تشتحلي أنا بدي أوجه الصوت لكل واحد جاره ما عنده أرض ولا صاحب الأرض وللصمصار أنا بدي أوجه الصوت أن يكون هم عمل البيع من لبناني للبناني أنا هيدا بدي أدل محاول الأرض من تقلي من مالك لمالك بس تكون هويته لبناني حتى تظل هويتنا موجودة هيدا العمل كاتبه أكتر من سنة أرضي مش للبيع صار يقلب من جرور لجرور وصارت تكتر بيوعات الأراضي المشبوهة بين هلالين صرت قولت شو بدي أعمل به العمل لازم أعمل شيء فكرت بكذا أسم مع احترامي للكل رجعت سألت حالي مين أفضل من الرحابني وبالتحديد غادي تلفنت له قلت له يا غادي في عمل اسمه هيك هيك إذا هلأ من عمل حرام يتأخر أكتر قال لي بعت لي يا فاكس وهيك صار تتأخر شوية العمل كان لازم يكون قبل بوقت بسبب أرض الغجر عرضوها بالخليج ومهارجانية جبال ولكن بالنتيجة رجعت صور وكل اللي بتمنى من نكون كوسائل أعلام تركزوا بركها الرسالة لأنه بالنتيجة هو عمل وطني أرضي مش للبيع هالدعوة للناس يتعلق بأرضه ما تطلع من تيابه اللي بيطلع من تيابه بيعره القاعدة متل ما بسمعته الكلام بالعرزيل وبالفاي تملك حاول الواحد يكون عنده بيقوله بالجبل الأرض أول مقتنى وآخر ما بيع فحرام الواحد يبيع أرضه ويلي بيبيع أرضه بيصير غريب بأرضه موسيقى قراءة بتختلف مع بعضها إذا الحبه الغنية بيحبه إذا ما حبهه ما رح يسمعه هو هيدا عمل وطني عمل إنساني كتير ودرامي بعدين باعتين اللبنانيين بيفهموا إنه مشكلة الشاغ اللي بدهم يطبلولها ويزمرولها نحنا ما عاملين هالعمل تنقعد نطبل ونزمر لا نحنا عاملين عمل في مشكلة كبيرة بالبلد صيرة عامل حي والقدمة فينا نوعي الناس نحنا مهمتنا نوعي ومش مهمتنا نحل المساكل لأنه مش شغلة موسيقى موسيقى صراحة أول ما سمعت سمعني أستاذ غادي الغنية حسيت إنه غنية صعبة لأنه بتخاف إذا بدك توقع بالكليشي طبعا إنه عم تحكي عن الأرض والأرض الحلوة وكل هودول فأول فكرة بتجي عبال الواحد إنه إيه هلأ منشوف الطبيعة والعالم عم تزرع وتنكوش وكل هودو فأنا حبيت فكرت بالعكس خليني فكر إنه نحسب هذه الأرض باعد فطلعت بفكرة إنه هيدا الملجأ اللي هو عايشين فيه اللبنانية مش لأنه في حرب بس لأنه العالم اللبناني بطل عندهم بيوت بطل عندهم أراضي فمنشوف الحياة الروتينية طبعا هيدا الملجأ وكيف الرجال بيوعوا ويبالشوا نهار جديد وكيف النسوين والولاد عم بيواطعون منحصها بطريقة روتينية كأنه هيدا الشيء كل يوم بيعملون الممثل اللي في تايلر أطلقت كتاب حول أداب السلوك دامي لوفاتو بتدفي عن مايلي سايروس وادرو باري مور بتتحدث عن حملة التفاصيل من تباعة سوابها التارية أصدرت ليف تايلر كتابها المتعلق بأداب السلوك واسمه modern manners tools to take you to the top الكتاب يتضمن نصائح حول كيف نصافح بعضنا بطريقة صحيحة وأهمية الحفاظ على التواصل بالعينين ووقفة جيدة دامي لوفاتو وجهت ضربة لكل الامتقادات التي وجهت إلى مايلي سايروس وقالت إن النجمة الكبيرة الشعبية تستمتع بوقتها وتكتشف من تكون وقالت دامي إنه مهما كانت فكرة الناس تجاه مايلي فإنها فريدة لأنها تفعل ما تريده مهما كان الأمر وأخيرا درو باري مور كشفت عن ارتياحها الكبير بحملها الثاني تقول إن الحالة التي توصلت إليها هي نتيجة الخبرة وأخبرت وسائل الإعلام بالخبر السعيد وعبرت عن نيتها في عدم إخفائه منتبه حلقتنا على اليوم ومنتوقف هلأ مع أبرز أخبار المماثلين الأتراك تنقل الممثل التركي كيفانش تتلتوغ الشهير بمهند مع صديقه الممثل كيفانش كاسابلي الشهير بجميل في منطقة أتيلار وتناولا غدائهما معا في مطعم جونايدن حيث كان يقود سيارته البي ام دابليو البيضاء الجديدة التي أثرت فضول المرة وصحافة البابراتزي التي كتبت مهند يفي بوعده لوالدته بترك قيادة الدراجة النارية ويعود لقيادة السيارات بعد طلبها منه ترك الدراجة خوفا منها على حياته بعد نجاته من حادث خطير تعرض له مؤخرا باستضامه بدراجة نارية تسببت بكسر رجل قائدها ونجاته هو بعجوبة كيفانش لم يشتري سيارته الجديدة بل تلقاها هدية إثر توقيعه عقدا إعلانيا جديدا مع وكالة بي ام دابليو في تركيا حيث خصصت له سيارتين خاصتين لتنقلاته مجانا إحدهما سوداء والأخرى بيضاء بالإضافة إلى أجره كسفير لعلامة الشركة العريقة وبهذا يصبح كيفانش تاتليتوغ الممثل التركي الأكثر طلبا في مجال الإعلانات في تركيا حيث كسب الجزء الأول من ثروته من الإعلانات التقطت عدسات كاميرات البابرادزي صورا للممثلة التركية سيرناي سارلكايا المعروفة بالوطن العربي بدور نسيم برفقة رجل أعمال في أحد مطاعم تقسيم وتوجهت سيرناي بعدها إلى منطقة جيهانجير ولكن حين انتباهها لوجود كاميرات البابرادزي حاولت الوقوف ضمن مجموعة من الناس لتضيع المصورين الملاحقين لها بعدها عانقت سيرناي رجل الأعمال وبدعته ورحل كل منهما بشكل منفصل ولكن اللافت للأمر أن رجل الأعمال متزوج ولديه طفل مما أثار تساؤلات وسائل الإعلام مين من المشهير من موليد 24 نوفمبر من أول هابي بيردي للمماثلة كاترين هيجل يالي ترشحت عام 2007 و2008 لجائزة الجولدن جلوب أفضل مماثلة عن دور مساعد عن دورة بمسلسل تليفزيوني غريز أناتومي واللي بتحتفل اليوم بعيد ميلادها الخمسة وثلاثين اليوم هو أيضا عيد ميلاد الممثل قولين هانكس ابن الممثل توم هانكس واللي شاهدني بمجموعة من الأفلام بذكر منا كينغ كونغ وذي جيل تريب وبيحتفل اليوم بعيد ميلاده لستة وثلاثين بعد الفاصل هل صحيح أن المماثلة كيت هاتسون تستعير الفساتين بدل من شراءه؟ بريك أليني أصير ومنتبع الجزء الأخير من حلقتنا خليكن معنا وصلنا مشاهدينا للجزء الأخير من حلقتنا لليوم وصر وقت نتعرف عن قرب عن الممثل كريس هامسورث يلي رح يخبرنا بدوره عن أهم المحطات بمسيرته الفنية وبحياته الخاصة منتبع سوا هالتقرير يقال إن الجمال في عين ناظره وعلى الرغم من أن هذا القول صحيح بالنسبة إلى معظم الناس نجحت قلة في الهرب من هذا المثل بفضل صوته الرنان وعينيه الزرقاوين وقامته الممشوقة وعضلاته المفتولة نحن واثقون من أن كريس هامسورث هو من هذه الفئة ونظرة واحدة إلى هذه الابتسامة تكفي ولد كريس في ميلبورد في أستراليا في الحال عشر من أغسطس عام ثلاثة وثمانين أمضى كثيراً من الوقت برفقة شقيقه الأكبر لوك وشقيقه الأصغر ليام بدأت تنمو عضلاته هذه وهو في السابعة من العمر كونه يعيش في مجتمع بدائي في الأدغال شمال ميلبورد كان طفلاً أضيض البشرة يرعى والداه الجواميس ويديران متجراً للأطعمة كان في الوقت نفسه مكتب بريد في هذا المجتمع سمع وشقيقه عن معتقدات السكان الأصليين وقيل لهم إن هناك كهفاً في الجوار فيه أرواح بنوا صيوفاً خشبية وتوجهوا نحو الكهف وهم على ثقة بأنهم سيجدون فيه أشباحاً وشياطين لكن كلما اكتشفوه كان جدراناً صخرية تطلق صدى تنفسهم على الرغم من أن ركوب الأمواج كان شغفه الأكبر إلا أن حب هامسورس الأول كان التمثيل وبعد أن ارتاد معهد هيثمونت حصل هذا النجم الطموح على أدوار ثانوية في بعض البرامج التليفزيونية قبل أن يقرر القيام بالخطوة الكبرى والانتقال إلى أمريكا وفقاً له لم يكن من السهل دخول عالم التمثيل في هوليوود des 있는데 I've worked in Australia for four or five years and then built up some you know a bit of experience there and then moved to America and basically you know I started at square one again you know you're unknown and you might have some sort of knowledge about things but it's not it's not proven no one knows about you so its about getting a manager and an agent and start auditioning you know you are back literally to square one بعد أن حصل عام 2009 على دور صغير كوالد القبطان جيمس تي كيرك في ستار تراك شارك في تجربة أداء لدور البطولة في فيلم ثور وقد عن ذلك منافسة نجوم كبار منهم شقيقه الأصغر ليام نجح هذا الممثل الوسيم في استقطاب جمهور كبير لحضور أفلامه لسيام النساء فبفضل مظهره الجميل حصل على كثير من الأدوار منها دور في فيلم سنو وايت and the huntsman إلى جانب كريستن ستيورت التي لم تخشى أن تعامله بقليل من القصاوة عام 2009 تورت كريست وشقيقه الأصغر ليام في عراق بعد حضورهما حدثا في هوليوود لم تحضر الشرطة إذ نجح حراس الأمن في تفرقة الحشود مذاك الحين تعلم كريست أن يضبط عصابه فما عاد يستعمل قبضته إلا على الشاشة عندما كان لا يزال في أستراليا وعد طوال ثلاث سنوات الممثلة إيزابل لوكاس لينفصل بعيد ذهابه إلى لوس أنجلس لكنهما بقيا صديقين حتى أنهما عادا واجتمعا خلال تجربة أداء فيلم راد دون حتى التقى أخيرا زوجته المستقبلية عبر وكيل مواهب عرفه إلى الممثلة الإسبانية إلسا باتاكي بعد شهرين على لقائهما أعلنا أنهما يخططان للزواج وقد تزوجا فعلا في السادس والعشرين من ديسمبر عام 2010 بعد عامين رزق بفتاة أطلق عليها اسم إنديا وككل أسترالي أقسم كريس على أنه سيعلم طفلته ركوب الأمواج ما أن تصبح قادرة على المشي من العدل القول أن كريس هامسورث يتربع إلى جانب كثيرين على القمة في هوليوود ويرغب الجميع في الاستفادة من موهبته وخبرته هل صحيح أن المماثلة كيت هوتسون تستعيد الفساتين بدل من شراء وهل قرر ديفيد باكهم تطوير مجموعة المالبس اللي بتحمل اسمه وكاري موليجن بتعمل على تغيير تعبير وجه منتبع كل هالتفاصيل بهالتقرير يبدو أن كيت هاتسون لا يمكنها صرف الأموال على الفساتين التي ترتديها على السجادة الحمراء وعليها أن تستعيرها وهذا قرار حكيم لأنها أم لصبيين صغيرين وعليها أن تصرف عليهما من أموالها وتفضل دفع أقصاط مدرستهما على أن تدفع مقابل فساتين ديفيد باكهم عاد إلى تصميم ملابس الـ H&M لمجموعات الميلاد الجديدة لم تعد تصميماته تقتصر على الملابس الداخلية فلقد انتقل باكس إلى تصميم الكنزات والقبعات الصغيرة وأشياء أخرى كالقفازات فالشبان سيبدون رائعين هذا الشتاء وليس فقط دافئين وحين سئل عن القطع المفضلة لديه فلم يتردد وقال قميص ذو أكمام طويلة ومتشابك الخيوط أخيرا تظن كاري ماليجن أنه عليها أن تعمل على تغيير طلتها الوزاجية كاري كانت نجمة جريد جاتس في لباز لورمون وكانت تستطيع التغلب على تفاصيل وجهها الحزينة بشكل طبيعي من أجل الدور لكنها تقول إن ذلك ليس بصالحها حين تكون في موقع التصوير وإنه عليها أن تحاول أن تبدو سعيدة أكثر حين تركز كما يبدو فإن هذا التعبير اسمه الوجه المستريح حسنا إن كنت تريدين التغيير من أجل إرضاء المخرجين المخضرمين فباشري إنما تعبيرك محببة بالنسبة إلينا شو هي التغريدات اللي أطلق عدد من النجوم العرب هالأسبوع؟ اللي استغردت وقالت أنا جهزة لسهرة سعيدة مع أصدقائي المؤربين استمتعوا بعطلة آخر الأسبوع عزيزي مريم فارس قالت مش قادرة أوصف شعوري بهاللحظة أنا وعم بشوف الأهرامات قدامي رغب علمي غرد وقال يعني اضحكوا اللي بينزعج من ضحكتنا خليه ينزعج أكتر واللي بيفرح لضحكتنا يفرح معنا أكتر ويدحك أكتر نوال الضغبة قالت ناصر الكصبي غرد وقال الآن في طريقي للستوديو لتجي البرنامج واصلني من تويتر أنه نألغه أول المزورين لإسمي أتبيعه فوق 350 ألف والبقية على الطريق إن شاء الله لهنا منصل لختم حلقتنا لليوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في الغد اشتركوا في القناة